هل أسعار باقات النت وكروت الشحن هتغلى قريب؟ شركات الاتصالات في مصر بتفكر تزود أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت قريب وده في سبب زيادة تكاليف التشغيل زي أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن القرار ده لازم يتنفذ عشان الشركات تقدر تستمر في تقديم خدمات كويسة للمواطنين شركات قدمت طلب من فترة عشان ترفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة اللي بتأثر على تشغيل أبراج المحمول فالزيادة متوقعة ومش مجرد قرار عشوائي في نفس الوقت مصر بدأت في تشغيل خدمات الجيل الخامس للمحمول اللي هي التكنولوجيا الأحدث في الاتصالات ده معناه أن الانترنت هيبقى أسرع وأفضل وده هيحسن الاقتصاد وهيخلي مصرف مرتبة أحسن عالميا في قطاع الاتصالات الجيل الخامس هيخلي الحياة الرقمية أحسن ويحقق التحول الرقمي اللي الدولة بتسعى ليه زي المدن الزكية والخدمات الحكومية اللي بقت كلها بتعتمد على الانترنت بإجمال تكلفة 675 مليون دولار شركات زي فودافون واتصالات وأورانجوي اشترت ترخيص تشغيل الجيل الخامس وكمان جددت ترخيص الأجيال الأديمة ل15 سنة جايين باختصار الأسعار هتزيد عشان ظروف اقتصادية بس في المقابل خدمات الانترنت هتتحسن بفضل الجيل الخامس اللي هين المصر خطوة قدام في عالم التكنولوجيا الواحد يتمنى أن الأسعار تزيد بشكل بسيط ما تكونش زيادة قوية ده كل اللي احنا هنتمنى أدام أخدنا قرار ان احنا نزود فأتمنى يعني أن الزيادة تكون طفيفة وليست ضخمة